السلام عليكم ضروري ولا بد قبل ما تفكرت تفرج في هذه الحلقة أنك ترجع تفرج في الحلقة الفيتة باش تفهم بزا في الحوايش وحاجة أخرى ما تنسوش خوتنا في غزة وستمروا في المقاطعة ولا قدرتوا تبرعوا تبرعوا لهم راشدين اليوم وديرين اليوم الحصار بسم الله وعلى بركة الله تعالى كنت في داركم ومشيتي للمسجد ورجعتي لدار الضريبة هذا هو المثال اللي أعطيتكم في الحلقة الفيتة فذلك المصار اللي قطعت في واحد المدة زمنية محددة خصوالة بد يكون عنده أبعد بلاسة وصلت لها في التجاه الموجب يعني قيمة قصوية وابعد بلاسة وصلت لها في التجاه السالب يعني نقطة دنوية مثلا في حالة المصار ديالنا هنا أبعد بلاسة وصلت لها في التجاه الموجب هي المسجد وأبعد بلاسة وصلت لها في التجاه السالب هي دار الضريبة ويقدر يكون المصار أبسط من ذلك بكثير في واحد المدة زمنية محددة اخرجتي من دار ومشيتي للمسجد صافي فالنقطة القصوية هنا الماكس هو المسجد والنقطة الدنوية المين هي داركم يعني هي حدود ذاك المجال اللي قطعتي فيه المسار هادشي اللي قلت لكم ده باس ميتمو برهانات القيمة المتطرفة واللي رياضياتي انت تقول لك إلا كانت عندك واحد الدلة اف اللي متصل على واحد المجال مغلق ابي فإن اف عندها بجوج نقطة قصوية عامة ونقطة دنوية عامة على ذاك المجال ابي هاد النقاط اقدرنا عليهم الحلقة الفيتا وسمينهم النقاط الحدية أو المتطرفة اكستريمة واللي هو الجمع دي الاكستريم ومن ثم تشتق اسمها المبرهانة ولكن شنية ذاك عامة للاسق عليهم هادك تتعني ان ذاك النقاط هما اقصى وادنى قيمة مصلات لهم الدلة في المجال دي لها كامل وهذا يعني انه كين النقاط التي تسمو قصوية ودنوية ولكن في احد المجالات اللي صغار واللي ضمن المجال الكبير دي لدلة في حال هاد نقطة مثلا فهذي نقطة دنوية ولكن غير على هاد المجال اللي بالحمر الى زوميتي الى ذاك المجال غير sambil các نقصد تتوces هي اصغر نقطة في ذاك المجال وبالتالي تسميوها نقطة دنوية محلية و بالمثل هاد النقطة اللي قدامكم الثاني و اللي هي نقطة قصوية ضمن ذاك المجال اللي بالحمر واللي الى زوميتي غير بالباء انها اكبر نقطة في ذاك المجال وبالتالي تسميوها نقطة قصوية محلية و سيتو차 داباشaba بديف الترقم في فيلت المكناز يعني 86 كم في الاتجاه الموجب وقطعتها في ضرف ساعة يعني متوسط السرعة المتجهة لك كان هو 86 كم في الساعة منطقية ياك وبالطبع هذا العدد سيكون ساليب إذا كنتي جاي من مكناس لتيفلز ورها شرحنا في الحلقة اللي فات علاش المهم السؤال هنا هو واش هذا يعني أنك بقيت غادي الطرق كاملا بـ 86 كم في ساعة؟ بالطبع الشديد لا أولا لأنت لقاءها تكون بـ 0 كم في ساعة ونت تتكسيري بالتدريج شوية شديتي لوتوروت ومشيتي بـ 120 كم في ساعة وأكثر وشوية قربتها توصله بديتي تكتنقص ويا غادتها رجعت إلى 0 كم في الساعة باش وصلت إلى مكناس ذيك 86 كم في ساعة هي مجرد سرعة متجهة متوسطة ذيكتوغفيتاس مويا يعني هزيت الفرق الموضعي ما بين مكناس وتيفلت واللي هو 86 كم في الاتجاه الموجب مقسوم على الزمن اللي قطعتي في هذه المدة واللي هو ساعة وعطاك السرعة المتجهة المتوسطة اللي هي 86 كم في الساعة ولكن واش هذا ما تعنيش أنك في لحظات ما في الطريق تقدر تكون بالصح مشيتي بالـ 80 كم في الساعة؟ مثلاً بس كنتي بغيتي تكسيري حتى توصل إلى 120 كم في الساعة راك ولا بدون تتكسيري في طنوبيل غا تكون داس على 86 كم في الساعة ولو للحظة أو من إن كنتي بغي تنقص الفيتاس من 120 كم في الساعة باش توجد دراسك تحبز فضروري غا تكون مشيتي بالـ 80 كم في الساعة ولو للحظة هاد ولو للحظة هي اللي كنا اسمينها السرعة المتجهة اللحظية تكتوغفيتاس أنستنطاني والتي تنحسبوها باستعمال إشتقاق النهاية لا لميت ديال الفرق على الفرق دلتا على دلتا وذلك شيء اللي بقيت وعقلين عليه رجع الفيديو للفوق اللي بغيت نوصل له هو أنه في لحظة إنمام داك المسار اللي قطعتيه تصدفات السرعة المتجهة اللحظية الـ Vectore Vitesse Instantane مع السرعة المتجهة المتوسطة الـ Vectore Vitesse موية اللي امشتي بها عموماً في طريق بمعنى رياضياتي لا بد وكينا لحظة أو نقطة على الأقل للميل ديال الممس ديالها La Ponte de la Tangente يصادف الميل ديال القاطع ديال الدل La Ponte du Secon في واحد المجال المغلق وهذه هي مبرهنات القيمة المتوسطة أو كيفما تتعرفوها بمبرهنات التزايدات المنتهية تيوغيم ديزاك خواسمون فيني أو لطف رياضياتيا إذا عندك F دل متصل على واحد المجال المغلق A B وقابل الاشتقاق على A B مفتوح فهو لا بد من وجود نقطة ضمن المجال المفتوح A B اللي نسميها السي بحيث أن F' للسي اللي هو ميل الممس تتساوي F B-F A اللي كل على B-A يعني أن خط الممس تنجنت اللي ديز من نقطة السي أف للسي خصي يكون عنده نفس الميل La Ponte ديال الخط القاطع أو بطريقة أبسط متوازيان بغلال وهذا الشي اللي كناك نشرحه فيه من قبيل هذا إلى التلفوع لك هذه المصطلحات أرجع تفرج فضلح القرن يشارح فيها كل شيء وبالمناسبة من إن F' تتساوي F' لأ تنخرجو في أن F' تتساوي 0 وهذه تماما هي مبرهنة رول وهذا يعني أن مبرهنة رول هي حالة خاصة من مبرهنة التزايدات المنتهية طف وهذا يعني إلا انطلقتي من واحد الموضع ومن بعد درجاتي له فهذا يعني أن الإزاحة لدي بلاس مو تتساوي 0 وهذا يعني أن السرعة المتجهة المتوسطة الفكتور فيتاس موين ديالك اللي هي F' لأ الكل على B' ناقص A غتساوي 0 حتى هي وبالتالي فلابد في واحد البلاسة على الأقل من ذاك المصار صادفته أن السرعة المتجهة اللحظية ديالك وصلت إلى 0 كم في الساعة كذلك وذاك البلاسة غتكون هي البلاسة اللي انتقلبتي فيها الاتجاه باش ترجع بحالك واللي تتسمى نقطة حدية سواء كانت نقطة قصوية أو دنوية فالشرط اللي زايد باش نتاقلوا من مبرهنة التزايدات المنتهية إلى مبرهنة رول هي أن F' لأ يعني الموضع باش نتعلقتي يجب أن يكون هو نفس الموضع اللي وصلتي له والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته